بعد الإعلانات المتتالية عن هزيمة تنظيم الدولة في العراق وسوريا أصبح السؤال المطروح في الولايات المتحدة وغيرها عن مصير التحالف الدولي الذي شكل أساسا لمحاربة التنظيم وفيما إذا كانت ستبقى القوات الأمريكية هناك أم أنها ستغادر والمهمة التالية لها في حال قررت البقاء كل الإجابات التي حصلت عليها الصحف العالمية ومنها صحيفة الشرق الأوسط من المسؤولين الأمريكيين كانت شبه متطابقة وتتمحور حول بقاء القوات الأمريكية إلى أجل غير مسمى في كل من العراق وسوريا لمنع سيناريو محاربة تنظيم الدولة على الأراضي الأمريكية بحسب قولهم باعتبار أن هزيمة التنظيم لا تعني نهايته وأن بعض من عناصره الهاربين قادرون على تهديد المصالح الأمريكية في المنطقة مصادر أمريكية أكدت للصحيفة إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة الكونغرس بأنه لا يحتاج إلى تفويد لبقاء قواته في مناطق الشرق الأوسط باعتبار أن الخطر المستمر من تنظيم الدولة يقدم تفسيرا قانونيا لإبقاء القوات هناك لم يكن ترامب وحده من قرر أو برر فقد انضم إليه جملة من المسؤولين نائب وزير الدفاع للشؤون السياسية ديفيد تراخنبرغ قال إن بلاده لن تسحب قواتها قبل الوقت المطلوب لعدم تكرار سيناريو الانسحاب الأول الذي تسبب في زيادة تعقيد الوضع في سوريا والعراق أما مساعدة وزير الخارجية للشؤون التشريعية ماري ووترز فكان لها مقاربة أخرى تحمل تلميحا أقرب إلى التصريح حيث قالت إن بقاء الجيش الأمريكي من أجل تنظيم الدولة وليس بحثا عن حجة لقتال النظام السوري أو الميليشيات الإيرانية لكنها هددت باستخدام القوة الضرورية والمناسبة في حال تعرض الجنود الأمريكيين أو حلفائهم للخطر التصريحات الخارج من واشنطن شبيهة بتلك التي خرجت من اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو في اجتماعهم الأخير حينما قرروا بقاء الحلف في العراق وتوسيع مهمه بغرض التدريب حينا أو تقديم المشورة حينا آخر وبالنهاية يقول المحللون إن قتال التنظيم أو غيره ما هو إلا سبب لبقاء طويل الأمد لأهداف ربما تتعلق بالعراق أولاً ولا تنتهي إلا بمصالح استراتيجية بعيدة المدى ثانياً ترجمة نانسي قنقر